موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم قالت الخارجية السعودية اليوم السبت إن هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبى بحضر موت النفطي بطائرات مسيرة خرق سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي وقالت في بيان لها إن الهجوم يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وتهديد البيئة البحرية بالتلوث حذر خبير اقتصادي اليوم السبت من تحول جديد في مسار الحرب سيكون له تداعيات خطيرة قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في منشور على فيسبوك قال إن استهداف ميناء الضبى النفطي وبطيران مسير وقبله ميناء النشيمة في شبوى تحول جديد في مسار الحرب مشيرا إلى أن البنك الدولي كان قد سجل نموا اقتصاديا متوقعا بنسبة اثنين بالمئة نظرا لعودة صادرات النفط إلى مستوى التصدير في الفين واربعة عشر استشهد مواطن اليوم السبت بالرصاص قناصة ميليشيا الحوث الإرهابية في مدينة تعز وقال مصدر محلي إن قناصة الميليشيا المتمركزة في معسكر الأمن المركزي استهدفت أحد المواطنين جوار فندق سبأ ستار في حي الروضة مشيرا إلى أنه أسعف إلى مستشفى الروضة قبل أن يفارق الحياة متأثرا بالإصابة اعتدت ميليشيا الحوث الإرهابية اليوم السبت على المحال التجارية بمنطقة الحوبان شرقية تعز مصادر محلية قالت إن الميليشيا طلبت من التجار مبالغ كبيرة تحت ذرائع مختلفة وبعد أن رفض التجار ذلك انتزعت اللوحات التجارية الخاصة بمحالهم بالجرفات تحت ذريعة توسيع الطريق قتل أربعة من قوات الانتقالي اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة في محافظة أبيان وقال مصدر محلي إنه هجوما بعبوة ناسفة استهدف دورية عسكرية بالمحفظ ما أسفر عن سقوط أربعة جنود وإصابة آخرين فيما لم يصدر من سلطات شوى أي تصريح حول الحادثة دمتم آدم اليمن بألف خير إلى اللقاء